بعد انتظار طويل وحماس اقترب تاريخ صدور لعبة باتلفيلد 2042 اللي تأخذنا إلى عصور الحروب الحديثة من جديد وحصلت لنا الفرصة الجميلة أن نجرب اللعبة بنسخة الحاسب الشخصي قبل ابتداء البيت المفتوحة كانت التجربة متوفرة على طور كونكوست اللي يصل فيه عدد اللاعبين إلى 128 لاعب على أجهزة الجيل الجديد والحاسب الشخصي و64 لاعب على أجهزة الجيل السابق الجدير بالذكر أن الخرائط اللعبة بتكون نفس حجمها العملاق على كل المنصات بدون استثناء علما بأن الخرائط تمقسمها على عدة مناطق تحتوي على نقطة سيطرة أو أكثر وعشان تسيطر على كامل المنطقة لازم تسيطر على جميع نقاط المنطقة بالخريطة التجربة أتاحت لنا الوصول إلى خريطة وحدة وهي خريطة أوربتل اللي فيها قاعدة صاروخية ينطلق منها صاروخ بعد فترة معينة من اللعب والصاروخ الفضائي قابل للتدمير قبل انطلاقه وهذا الشي بيغير من اسلوب اللعب إذا تم تدميره بحيث يغير من تضاريص المنطقة وسقوط أشلاء كبيرة من الصاروخ إضافة لذلك الطقس بيتغير أثناء اللعب يعني فيه احتماليته طول أمطار غزيرة مع مؤثرات ضبابية تحد من مدى الرؤية وحتى ممكن يكون فيه إعصار قوي قادر على تدمير كل شي بطريقة وكل خريطة باللعبة بيكون لها طقوسها المميزة من المميزات اللي عجبتنا الغاية في سلوب اللعب هي قابلية التعديل على الأسلحة فورا بضغطة زر خلال اللعب ولا يطلب أن تنتظر حتى تموت أو تعود إلى قائمة الأسلحة خلال ذلك تقدر تطلع على تعثير التعديلات مثل تغيير السكوب إلى نوع معين أو يرفع من فعالية دقة ومدى السلاح وكلما استخدمت نفس السلاح مدة أطول رفعت لفل السلاح وكلما فتحت تعديلات إضافية عليه بالإضافة إلى إمكانية طلب مركبة أرضية أو دبابة من أي مكان على الخريطة في أي وقت عبر جهاز محمول يكون معاك وبيتم توصيل المركبة جويا عبر المظلات وهذا الشي بيأخذ وقت طبعا هذه المميزات جزء من الابتكارات الجديدة اللي حطوها المطورين لتسهيل تجربة اللعب ومن أهم المميزات الملفتة للنظر على العكس الأجزاء السابقة أن الأسلحة ما رح تكون حصرية لاختصاصات معينة فعلى سبيل المثال اختصاص الأنجينير يقدر يستخدم جميع الأسلحة المتوفرة باستثناء أداة الاختصاص المميزة لكل اختصاص وهذا طبعا بدل الاتزام تشكيله من الأسلحة المعينة المتوفرة لاختصاص معين طبعا كانت قرارات تصميمية ممتازة خصوصا إذا كنت من النوع اللي تحب وضعية معينة من الأسلحة ومش مجبر على استخدام نواع أخرى لعبة باتلفيلد 2042 تحتوي على عشر اختصاصات وكان متاح لنا أربعة منهم وكل اختصاص فيها أدوات خاصة فيه تعطي أسلوب لعب مميز عن الاختصاصات الأخرى مثل ما قلنا قبل اختصاص الأسولت عنده مسدس خطاف يساعد على الانتقال من مكان إلى آخر بشكل أسرع أو الوصول إلى أماكن مرتفعة عن طريق إطلاق الخطاف على حائط عشان يسحب نفسه من لعلة ونعم تقدر تطلق الخطاف على العدو الاختصاص الثاني هو إنجينير وعنده سينشري غان اللي يمكن وضعه في أماكن استراتيجية عشان يطلق النار على العدو بشكل تلقائي وتقدر تغير مكانه في أي وقت إذا بغيت الاختصاص الثالث هو سبورت ومثل الأجزاء السابقة من باتلفيلد عنده قابلية تنعاش أعضاء الفريق إذا طاحوا قبل أنهم يمتون وتضميد جروحهم بشكل أسرع وفي هذا الجزء بدل من توزيع سناديق تضميد الجروح لعادة إحياء أعضاء الفريق لعندك مسدد صغير تطلق على شخص بالقرب منك يستعيد حياته لفقدها الاختصاص الرابع هو ريكون وهو قادر على استخدام طائرة مسيرة اللي يسمونها درون صغيرة تتحرى وتكشف الأماكن حق اختباء العدو وقابلية بعث انفجار كهربائي لإبطال الأجهزة الإلكترونية المختلفة طبعا كل الاختصاصات بتلعب دور في أرض المعركة والاستفادة من أدواتها المميزة عشان تنتصر علي غدك ومن الجميل جدا أنه بيكون هناك قابلية لحفظ كل أعمالكم وتقدمكم في اللعبة بغض النظر عن منصة اللي تلعبون عليها لأن اللعبة تدعم خاصية كروس برغريشن يعني بتسمح للعبين قدرة اللعب على منصات أخرى من غير الحاجة للبدء من جديد هذا غير دعم اللعبة لتقنيات انفيديا المعروفة مثل انفيديا ريفليكس اللي تخفض بشكل كبير من سرعة زمن الاستجابة الخاصة بجهازك وهي إحدى الإضافات اللي تحصل عليها مع بطاقات الارتي اكس بالإضافة لدعمها تقنية الديال اس اس اللي سابق وعرفنا عليها في السابق وتدعمها اللعبة فرص دورها من اليوم الأول واللي بتدفع معدل لطاراتي بشكل ملحوظ بدون التضحية بجودة الرسومات التجربة كانت حماسية جدا وشكرا لشركة اي ايمان حنا الفرص المميزة وشخصيا احنا من محبي عصور الحروب الحديثة والاسلحة والمعدات المتقدمة اكثر من عصور الحروب التاريخية متى الجزئين السابقين بحيث كان في فترة الحرب العالمية الولى والثانية ونتطلع بحماس للجميع بانهم يجربون بيتا من 6 الى 7 اكتوبر اذا كان عندكم سويتوا بري اردر وطلب مسبق او كنتم من المشتركين اكس بوكس جيم باس ultimate وبتفتح التجربة البقية اللاعبين وجميع اللاعبين من 8 الى 9 اكتوبر على كل حال وبتصدر لعبة باتلفيلد 2042 بمشيئة لا تعالى في 19 نوفمبر من هذه السنة